اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساء الخير أصدقائي المشاهدين ابرحب بكل الأشخاص اللي انضموا لقلنا حتى يتابعوا الحلقة الأخيرة من برنامج هلومة ورائي أسابيع عديدة مرت علينا ونحن أسبوع وراء أسبوع عم نتعرف على أشخاص كل واحد منهم حكي عن الطريقة اللي سمع فيها صوت الرب يسوع عم يدعيه ويقل له هلومة ورائي شفنا كيف هالدعوة غيرت ومازالت عم تغير حياة الناس اللي لبوها والتغيير اللي عم نحكي عنه هو تغيير جذري بمسار الحياة هون على الأرض واللي نتيجته ما بتنتهي مفعولة بانتهاء الحياة ولكنه بيستمر مفعولة للأبد هالتغيير حكي عنه الرسول بولوس برسالته لأهل كلوسي لما قال عن الرب يسوع أنه أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته والرسول يحنى قال عنه نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة والرب يسوع المسيح نفسه قال الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة وشفنا كمان أنه هالدعوة بالرغم من أنها مفتوحة لجميع الناس وبالرغم من أنها مجانية ولكنها مكلفة لأنه الدخول من الباب مجانة ولكن السير بالطريق بيطلب تضحيات مثل ما قال الرب يسوع إن أراد أحد أن يأتي ورائه فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني تعرفنا خلال حلقات البرنامج على أشخاص لبوا دعوة يسوع وقدموا التضحيات المطلوبة منهم بكل فرح وبكل طاعة وكانت النتيجة حياة مثمرة مليانة سلام واكتشفوا أنه صاروا عايشين لهدف أعطى معنى حقيقة وشبع لحياتهم اللي كانت قبل المسيح فارغة وبلا معنى واليوم بالحلقة الأخيرة رح نتعرف على شخص اختبر فعلا كيف النعمة بتقدر تنقل إنسان من حياة الظلمة والفساد إلى حياة الأداسة والتقوى وكيف دخول المسيح لحياة أي شخص بيجيب معه السلام والفرح الحقيقي ومثل العادة رح يكون في عنا وقفة مع ريم حتى نسمع مننا شو الفكرة الأخيرة اللي رح تتركها معنا بنهاية برنامجنا ريم شو الفكرة اللي رح تكون معنا أول شي مساء الخير مساء الخير شو آخر فكرة رح تعطينا إياها رح كون اليوم عم بحكي عن استعدادنا للقاء يسوع استعدادنا للقاء الرب يسوع بانتظار نسمع كمان الفكرة اللي رح تعطينا إياها ريم هلأ خلونا نبدأ حلقتنا بهالترنيمة مع الأسيس أرمان هاجوبيان وفريق تسبيح كنيسة الناصر ببيروت نجثو لك يا ربنا ونرفع اسمك العظيم نهدي لك إكرامنا ونحمد اسمك الكريم يسوع أنت خلاصنا أتيت كي تفضي الخطى سليبت في نفسنا كي تفضي للموت الحياة يسوع أنت مليكنا أنت رب بالحياة نهديك شكرا قلوبنا لك تنحاني الجبال نجثو لك يا ربنا ونرفع اسمك العظيم نهدي لك إكرامنا ونحمد اسمك الكريم يسوع أنت خلاصنا أتيت كي تفضي الخطى كي تفضي للموت الحياة يسوع أنت مليكنا أنت رب بالحياة نهديك شكرا قلوبنا لك تنحاني الجبال من بعد الترنيم الرائع اللي سنعناها من الأسيس أرمين وفريق ترنيم كنيسة الناصري ببيروت إجا الوقت نستضيف ضيفنا بها الحلقة ولكن مثل عادي خلونا نتعرف عليه بهذا الرابورتاج ضيفنا لليوم هو توني فرنجية من موليد سنة 1974 بصغرتها شمال لبنان تربى بها المدينة وعايش فيها كل فترة الطفولة وتعلم بمدرسة دولا السال بكفر يشيت ما حب المدرسة أبداً فترك الدراسة من الصف الخامس ابتدائي وباقي فترة طويلة عاطل عن العمل وتعرف على كل الأمور السيئة اللي ممكن تواجه الإنسان ولما صار عمره 19 سنة قرر يترك كل عاداته السيئة ويتزوج ويستقر ويأسس عيله حيول يشتغل حتى يأمن معيشة بيته فاشتغل كموزع للمواد الغذائية ولكن بعد فترة ساقت حالة العمل وتراكمت على الديون وهالشي عرضوا لعدة شكاوى قضائية سوق الحالة وصل طوني لدرجة ليأس فرجع لعاداته السيئة من السكر وحشيش ومخدرات وإمار وأحتيال وزنة وبقي على هالحالة لحد ما ادهورت كل الأوضاعه من بعد سنين من الضياع اتقابل طوني مع الرب يسوع المسيح بسنة 2006 وكان هاللقاء بيسوع سبب لتغيير جزر بمصار حياته رجع يمارس العمل بطرق شريفة وكريمة وأسس عدد من الجماعات الروحية بمنطقته واليوم بيخدم كمرشد روحي لجماعة العنصرة الجديدة متزوج منها السيدة جميلة فرنجية وعندهم بنت اسمه جمال وعمره 23 سنة وشاب اسمه جوزاف وعمره 21 سنة خلونا سوا نستقبل ضيفنا لليوم طوني فرنجية طوني أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يا إيمان نحنا نعرف بعضنا من بعيد لبعيد أنا بشرفني أني ألتقي فيك اليوم لأول مرة وجهاً لوجه أنا تعرفت عليك يمكن المشاهدين لا أعرف إذا بيتذكروا ببرنامج كان عندي برنامج اسمه أكتر من كلام وبوحدة من الحلقات بتذكر لأنه إجاني كتير فيدباك بوقتها يمكن سنة 2008 أو 2009 حكيت اختبارك في هذا البرنامج وفعلا حسيت قديش الرب اشتغل ومن وقتها عم شوف الرب عم يشتغل بحياة طوني فرنجية عم بسمع كيف الرب عم يشتغل بحياتك بمحطات كتيرة اسمع عنك وهذا اليوم لأول مرة فرحان أني عم بلتقي فيك كضيف عزيز بالستوديو وتكون أنت ضيف الحلقة الأخيرة بهالموسم من برنامج هلومة ورائي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يا إيمان بشكرك إن هذه الدعوة اللي دعيتوني إياها ومنصلي إنه يكون هالدعوة وهيش هيدة يكون لمجد اسم الرب أمين أمين أكيد رح يستخدمها لأنه هو بيعرف إنه نحن عم نعمل اللي عم نعمله هدفنا واحد إنه الناس تشوف يسوع واللي عم له يسوع بحياة طوني فرنجية طوني واحدة من الأشياء اللي بتميز البرنامج إنه منرجع مع الشخص لطفولته يعني صحيح رح نحكي الاختبار وكيف تقابلت مع يسوع وكيف تغيرت حياتك بس أوقات فيه تفاصيل صغيرة بتصير بالطفولة ممكن يكون إلى ترددات بحياة الإنسان ويمكن أشخاص يكونوا عم بيتابعونا يعني أولادهم عم بيعانوا عم بيعانوا هني أصلا مع أولادهم إنه عايشين مرحلة ضياع لما بيشوفوا شاب كيف كان عايش والنعمة لوين نقلته بصير عندهم رجاء وأمل إنه المسيح بيقدر يشتغل بحياة أولادهم شو رأيك أنا والمشاهدين شوية نرجع معك لأيام الطفولة نتذكر تتذكر أنت الطفولة ويمكن اليوم تتذكر إشي بقلب الحلقة رايحة عن بالك فشو رح أقدر إنكو شو طلع منك ما رح أقصر شو بتسمعنا عن طفولتك أنا ربيد ببيت مثل ما حكينا إنه مسيحي أخوتي عندي ثلاث أخوي بنات بطفولتي كان في بنتين لأنه أختي الثالثة بعد عشر سنين نواجدت بالبيت بعد عشر سنين ربعتونا ينامي بتذكر إنه كنا بالمدرسة بدنا نكون بي قاص شوي بدو يعلمنا يبقوا ياتونا الأجندة بالمدرسة كان عندي اتنين أجندة أجندة للاستيس تيمضيها وأجندة عاملة لبية وأنا أمضيها إنه هيدا هو الدرس اللي عطيوني يعكدت المكان بية شوي قاصة وأنا ما كانت كثير كيف تغش الأجندة اللي حطيلك اللي حطيلك هي مثل فروض وإشي تدرسها بالبيت ما تكون هي ذاتها صحيح وهيدا نتيجة الخوف إنه أنا من قادر أعمل هيدا الشي وما بدي إيقل أطلي من بي هم كان عندي اتنين أجندة وبتذكر بالمدرسة كأن أولاد دايما عندي هل إني أسرق شوكولات من شنطة حدن أو أسرق بلونيين قليم وهيك منو لهدف إنو بدي إيقل هنو لهدف الأزية نحن منا شي بس لبعض الأشياء اللي أخوتنا بمصر عم يتابعونا لما نقول الأجندة يعني المفكرة اللي بيكتب عليها التلميذ دروسه صحيح يعني بيجيب الواجب المدرسة صحيح يعني كنت أنت تكتب أشياء وحدة تكتب عليها شو لازم تدرس بالبيت صحيح كنت تخاف إنو هيدا الشي رح ينفضيح ما خفت من هيدا الشي ما خفت المهم المهم بلشنا شوية وشوية نكبر ننضج كان بمرحلتها بوقتها الجو البيت اللي أنا عيش فيه كان في حرب بلبنان كان في أجواء فيها حرب السبعينات بنيا بداية الحرب الأهلية إيه بس مدت للتسعينات طبعا وهون بتمانينات عم بحكي كنتو بمدينة صغارتها صغارتها على فكرة أنا تربيت بصغارتها أنا تعرف درست بمدرسة الأباء الكرماليين بالمجدلية بالكرمالية بمجدلية صحيح وكمان كانت أيام صعبة منطقة صغارتها قريبة كتير من طرابلوس بوقتها صارت إحنا كمسيحيين بالمنطقة تهجرنا كل يالتنا بلشنا من صغارتها وطلو على كل الجبل بشري والمناطق اللي فوق بتذكر أنا بقى كنت طفل توفى عمي شهيد بقى لبدير ماري يوسف مجلية كانها مندفع عن الأراضي ومندفع عن كنيسنا وجو حرب بأي مكان عطول اللي بسبتلة العسكري بدي سميه تيكونها مندفع عن وكان والدك عسكري بالجيج؟ لا كان عسكري بمدافع مدافع صغارتها كل صغارتها كل الأجواء ما كان في حزب صح كان كل صغارتها إيد واحدة عم يدافع عن أردن صح وصار في حرب السنتين وصار هون انو ما كان في جو كعيلة بي وام بشينها كنا هم نعيش أكتر مع الوالدي والوالدي عندها ثلاث أخوي شباب وأخت وأختين كل سنة يموت حدا من أخواتها بالحرب؟ بالحرب هلأ في حرب بيكون مشاكل شخصية بيكون في مشاكل عامة كبلد أخواتها للوالدي توفوا بمشاكل شخصية تعرف كان فيه تهريب بهذه الأيام كان فيه مصالح شخصية كان أيام فوضى أصلا فوضى ما كان فيها الدولة يعني كل مين بده يعمل أمنه الزاتي صحيح بعد توفى أول خي ذا الوالدي وصار فيه بطار كل سنة يموت حدا يعني ربيت بيجو إنو أمي صغيرة أخذ بطار والخوف أمي صغيرة وعطول لبسة أسود وبي بالحرب بالمشاكل ما كان فيها العيبة المتماسكة وربينا بالخوف وطبيعي طبيعي أني كون هم اللي هم بسمعوا بطفولتي بشكل فلين قطل فلين خالت ربي عندي حقد حقد أكيد وكنت بحلم أني أكبر كرميل أقتل اللي قطل خالي وخالتي وخالي وجوز خالتي يعني بخمسة سنة روحت طي سرقلك دور بسلسلة التار اللي كانت موجودة بدي سبت رجوليتي إن أنا موجود طيب سؤال ما بعرف إذا فكرت فيه شي مرة بدك الوقت أنت وصغير قدام هالحوادث القتل اللي كانت عم تصير والموت اللي كان عم بيصير سألت نفسك شي مرة وين الله بهذا الموضوع كله يمكن أول مرة بحده بيسألك هالسؤال أو أول مرة بفاكره ليك بوقتها ما كانت مدرك أني اسأل هالسؤال الحالي لأنه أنا بعرف الله موجود كان بصف النافيام وقتها ملت أول أرباني ملت أول أرباني بعدك بصوف الإبتدائج صحيح بالمدرسة بيعملون نيين وبعرف إنه فيه تعليم مسيحي بالمدرسة بس إنه ما نحضر مظبوط يعني هادي نعتبارها ساعة الفراغ ساعة الفراغ ساعة التشليل صحيح بالأرباني بعرف إنه هون لزم تعترف ولزم الأبونا بيأتيك اتنين أبينا اتنين سليم بتطلع البره وبتقولهم اتنين أبينا اتنين سليم وهول هنه وتبحث ضميغة نخبر إسرعنا قلم إسرعنا بليمية إسرعنا شوكولات عزبت أهنه وكذبنا هول تلاتي اللي بنعرفن أكتر شي بس يعني هيدا أكتر شي وجود الله بحياتك في ذاك الوقت أكتر شي هول هيدا المكسيم هول بعرف نبعرف وقت بشوف صليب أو شي بيرمز للمسيحي بدي صلي بإيداوجي هيدا معرفتي بهالعمر بهذا الشي وكانت لستة يعني أم الوالدي عم بيموت ولدها كل سنة كان جوا إنو هي بتصلي كتير عطول بتصلي حتى كانت عم تصلي وتسامح اللي قتلوا لولدها كنت تسمع هالشي إنت؟ إيه كنت فخور فيها إنت كنت تنبسط؟ ما إنو مبسط بقتبرها إنو مجنوني أو إنو ما عندها حال تاني بديت تحمي إسا البنت تاني كيف كنت فخور فيها؟ كيف عم تقول فخور؟ فخور فيها إنو هالإدمية بدي ساميها إنو قادرة تسامي إيه أو إنو مشهورة بصغرتها إنو ستك اسمها فلين إنو هي قديسة إيه أنت تفتخر قدام الناس إنو أنا ستة هي فلين إيه إنو هي قلبياً إنت من جوا هي عم تسأل حالك كيف قادرة تغفر اللي قتل ابنة؟ وأنا بدي بس أكبر بدي أخذ لبتارك صحيح لأنو كان جوزة موجودة يعني جدّة وبالفكرة أنا إنو هي عم تسامح تزيد الشر لأنو خصت أربع أولاد وصهرة حتى ما تخسر جدكن السا في عندها بنتان وجدّة بالعيلة ما بده يمكن هم بتحافظ لعن جدي كمان اللي تجعل الشرب كتير كان يشرب كتير عطول كان يقوس يمين رديت فعل وكان الأجواء حتى السياسي بسبب اخسرته لأولاده صحيح وكانت إنه أمي إسا فيه بنتين بالبيت كانت يعملوا رديت فعل لأ أشخاص متهمين بقتل إخواتهم صرنا كلتنا منعيش إنه لأ طولوا بالك ما قيد بدنا دم يعني قلبينا بنا نحافظ هالوالدي وإختها وستي وجدي هول موجودين بها بالعيدة بس قلبيا هناخد بطارو وملة وقت كبيرت شوية ملة رديت فعل ضد الناس اللي إيه أكيد ملة رديت فعل ملة رديت ما بعرف إذا ما صغل روح بالليل أنا وشارب وسكران كبق نابل قوس على البيوت كبق نابل على البيوت عبيوت الناس اللي صحيح كانوا يعرفوا إنه أنت نا لأنه أنا وقت أصول هالمرحلة يكون شارب ومتعطى وهي روح أعمل هيدا هون كنت بعد ما تجوز صحيح مرأ بالرابورتاج أنه أنت بهيدا العمر بعمر المراهقة أول الشباب ضعط يعني رحت لأجواء الفساد وجربت كل أجواء الشر كيف شو اللي وصلك لهيدا الضياع هيدا الأجواء لوحدة ولا كمان كان في عشرة سوق هلا حد بيتنا كان فيه محل فليبر وبيليار وبيبي فوق محل مالهة 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 مش مالهة ليلة يعني بيلعبوا فيه شباب بيتجمعوا فيه مالهة شباب صحيح المرحلة هو موظف بالكازينو بس كان فيه حرب يعني المواصفين الموزودين بالشمال ما عيدوا فيه إن ينزلوا هكازينو اللي بينا وظيفتهم بجوني بقى بيه فتح كازينو صورت مصلحته يشتر بجو لأمار وكان عنده هالكازينو ربيت إنه بيه كمان عم بيسهر للصبح يجي الصبح ينام بنهار كنت تروح لعنده على المحل محل ما عم يشتغل روح بس معنو قادم كان يحميني يقول لي أنت بعيد بس إنه يدل بعرف الأجواء بعرف الزونات بعرف شو بيحكوا شو فيه بس من بره لبره وبنفس الوقت هون بأمر الخمستاش تقريبا سبتاش كحشوني كنت عم بتعلم بالفرير بالفرير يعني يبقى عمل كتير أمور يبقى مثلا البواب الصفوف حط حديدي بقلب المفتيح القفل لكل المدرسة ليه؟ أعزي ما بدك يا مثلا أستاذ بالمدرسة ما يكون منيح معي في كله براغي دويليبو يدور سيورته ويمشي يقلبه دويليبو اللابوراتوار بالفرير كسرته كله ويعرفوا أنه أنت ما يعرفوا بالآخر فللوك من المدرسة لأني قوست هالإدارة أخدت سلح معك على المدرسة وأوصت هالإدارة ويعرفوني أنه أنا ورح ألكحي إشي من المدرسة بس كنت عاقلة كتير بالصف كنت عطول آخر واحد بالصف يعني وقضيها إذا شفت رفقاتي تلوه يبقى بالمدرسة في البيب الخشب في شباك أجاز نبقى ناشا عمين مكحوشة من الصف وأتشوف رفقاتي بره عامل مشكل تتطلع تصير معهم تتطلع تصير معهم قضي كل وقت بره يعني وأبقى بالمدرسة ينجح لأني أنقل يعني أعتبر أنه الزكي اللي بيمشي حيله وطبعا جو الحرب والفوضى ويمكن إذا بدك مثل ما عم تقول أنه ما كان فيها الجو العيلة بالبيت بشكل مستمر مش عم تقدروا تعيشوه عطاك يمكن حريتك أكتر حسات أنه أنت حر تعبوا ما حدا بيطالبك ما حدا بيساءلك بالنسبة للمدرسة كنا نعتبر بوقتها للموظف لشو لشو تين توظف لشان هيك ما فيل زوم للألم يعني أنا بيي عنده 40-50 موظف لشو تتعلم كرميل شو إنه بدأتعلم واتعلم حتى بالإخير موظف عند بيي بدون ما يتعلم بياخد أكتر من اللي أنا بدأت أخير بكتير وكانت الأجواء بصغرتها كان فيه تهريد كان فيه كتير مور بلبنان بتعمل ميل بسرعة صور إنه حلم نكبر تنحقق نعمل تهريبي نعمل مور مشهورة أصلا مزبوط بلبنان كله منو بس بصغرتها لكن روحوا تصيط على صغرتها أكتر أيام الحرب أصلا من الصيط اللي طلع على صغرتها إنه فردوا على جنبه سهل بيطلع الفرد صحيح بيقولوا إنه إذا صار معك مشكل ما بدنا مشاكل شيء فردك أو صوت الله صحيح الشر اللي ما بتخطر على بيل حدا صحيح وكان فيه مشاكل بين الوالدي والوالد يعني يعني بجو الحرب كمان ما كان فيها العلاقة الجيدة هي متوفيين أخويتها وهو كمان متوفى خيه هو بعلم الليل بعلم الليل وبتعرف أنت عالم الليل والحرب والأجواء ما كان فيه عطول مشاكل بين بعضهم هالمشاكل روح عطفتي للوالدي أكتر من البي صور عندي مثل مال لأمك أكتر وعندي رفض لبي يعني بتذكر شفت شوفيت بحياتي كي ببي شيء للفرد ويضرب أمي هراسة ويفر الدم كانت عملي شيء 12-13 سنة كان عندي كتير مور شفتها بحياتي أنا وزير كيف كان بي يصرفها وعندي بداخلي كان مثل نقمي عليه ولكن عندي خوف منه يعني بتذكر وقت يجيها هالبيت ألبس اتنين بيجاما كرميل إذا مضربني وفي شوي سماكي على جسمك بقى أشوف التياب وخوف منه خوف من التياب وخوف من ريحته خوف من زموره أرجوف واو مش هيني يعني ما حسيت أنت وطفل بالبي اللي عم يحضك بالنسبة لقاله بفهمه بالنسبة لقاله أنه هي محبي هيك كان يعرف يعبر بدويك تطلع رجال آسف ما هيك بيعرف يعبر يعني يعني بوقتها أنا مين يفهمين أنه يفهمين أنا مش عم بحكي اليوم كيف توني بيحكم أنا عم بحكي بوقتها أنت وصغير كيف كنت تشوف كنت تحس أنه متضايق منه من وجوده أكيد كطفل وقت مشين هكسر تعمل كتير أمور بتقايزي يعني أسرق السلاح من عنده أسرق له مصريات من جابته المرة كشفني عن بسرق مصريات من جابته كويني بسيخ الشك هون بعد معلمي ربطني بالتخط وكويني بسيخ الشك يضربني قدام رفقاتي قدام نمواصصيني يبهدني أنه هو رجال وعلى أساس أنه بده هيدا الشيء كون عم بيطلع منك زلمي بيفكروا هيك وطلعنا آخر شيء زلمي عند إبليس بمتياز يعني هيدا الشيء وصلك لأنه تختبر مراحل سودة كتير بحياتك بأول شيء ببدايتها كيف أنا شوفها أكيد سودة من هلأ بشوفها بشوفها نشكر الله بس بوقتها أكيد يعني يبقى مثلا يصرف مليين بالشهر طبق أنا بطلب منه يمكن القليل ما يأتيني إيه يأتي رفقاتي أكتر ما يأتيني بكتير يشري سيارة لأشخاص قراب مني وأنا ممنوع أطلع سيارة وسوقها لأنا وللوالدي وللعائلة يعني جو البيت يعني هل كان عم بيجر بيوصلكم شيء فكر معين أو ممكن ممكن المشاكل اللي هم بتصير بيني يعني كان هو يعنده علاقة مع إنساني مدة طويلة والوالدي ما كانت تتقبل هيدا الشيء هون كانت صور متل نكشفو ما نكشفو بتلفن وراح وإيجا جو بشى يعني ما بكتير جو منه حلو جو أكيد يعني طبعا هيدا الشيء ما في شك إنه وصلك لمحل لما لقيت حالك إنك صرت على حريتك وتعمل اللي بدك إيه ما حسيت بقى إنه في عندي رادع بدي عيش حياتي متل ما أنا بدي بالمهم بلشت إني بدي أشرب يعني بلش بالست عشر سنة بدي أشرب لأنه بلشت أشرب بويسكي ودخن وكل يوم بدي يروح أسهر كان يشوفك عم تدخن؟ لا تخافي خليشو حتى كل حياتي ما خليته يشوفني إني عم أدخن يعني لعمر ستة وثلاثين سنة سبتة وثلاثين سنة كان موجود بحياتي بلست ما كني يشوفني عم أدخن لما كبرت وحسيت أنت خلص ما بقى له هو هالسلطة ما بقى تفرق معك سلطة أو غير سلطة ولا مرة قلت ما بتفرق سلطة ولكن أعمل كل شي بحريتي واتحمل النتيج يزعل قلت يزعل يعني بس إنه عطول عندي ما خير فيه بطل يهمك إنه إذا بيزع الأمة بيزع بدي ايه بدي 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 اتحرر يعني بدي عيش بدي يسبت حالي بدي بدي أعمل شي يعني ما بقى فيني اتكلي علي يعني في حدا منهم يفكر فيك بديك تعمل شي خلال الشي اللي متوفر لي هي إنه قاشفيني أسرق منه قاشفيني دبر ميديات منه وروح أسهر روح أشرب وصار هدا شي كل يوم بلشت إني أشرب كيسبسكي صرت أشرب قنينة يعني بتذكر من سنة 16 هي بتصير تجر ايه من 16 سنة ل 18 سنة ونصة قريبا سنتين ونصة كانت الوالدي بوقت لأنه ميتين أخوتي عندها خوف كتير علي وكان قبل حرب ممير سيارات أو زمور خطر ما كان فيه متل يوم سنة أحمد تحس إنه 정кими خايفينه مايكون ابني ايه تنهار ولكن لدي مخيفة اني عطول بدي أطمنا ولكن أسهر بالليلة قام على حد البيت نروح نعمل كشباب نسهر بـ Night Club لكن دايما نأجي سكران على البيت مطفية كيف كانت تشوفيا الموضوع؟ ما كانت تضل علي congressília يأض reicht اقوى كن سنة بـ Night Club لأني ا Dabei أنت attendee ونعيد بـ Night Club اتTrack خلعي بجي though امشي وروح لبيت معا إبيت تجي تأخذك من نايتكلاب ترجع حاليا؟ يا ما في قيم تروح حالما أنا موجود طلقيني مطفى نايم مطفى يعني ومضروري يعني وترجع عالبيت معه؟ ارجع عالبيت بس كان عندك هيدا قلت انتصار عندك عاطفي وحنان لا لا دايما دايما يهمك مشاعرها لأني عايش بمرحلة هي كانت عم تتألم من الوالد وتألمت من أخواتها ما فكرت انه اللي عم تعمله انت كمين عم بيزيد قلم عليها؟ حالا بهاي الأمر اللي أنا فيه نبقى نحلم انه نكبرتين سير بـ 18 تلقى ضعنا شوية نعيش بحرية يعني كمين وهذا الشي بدي يعيش يعني وين بيضل بالبات والأجواء كلها هيك ما الجو كله كان هيك كانت دايما انه لأنه لأنه أنا بقى بيي عنده كازينو متقوق بقى أسرق ميل ويتوني ميل بقى دايما صابق رفقاتي بالمصروف بعدة مطاريح ويبقى عطول في معنى شباب وهون عطول كمين بقى اخذ صليح من بيي وبدي يثبت حالي رجوليتي بإني أمل مشاكل وقوصها العيلة وحط بيحد بتطبوني وقط فيه صيجارة بوجه حدا وهندي كتير مشاكل كتير وقوصها مخفر درك ومقوصها حاجز وعطول معي صليح وعطول في مشاكل من 16-18 ونص خلينا نوقف وقف شو رأيك مع ترنيمي نسمع شوي هيك ناخد نفس ونرجع نكمل القصة السوسبنس اللي عم نسمعها منك أصدقاء المشاهدين نوقف وقف بترنيمي مع خينا الأسيس أرمين هاجوبيان وفريق ترنيم كنيسة الناصر ببيروت ونرجع نكمل حلقتنا مع ضيفنا طوني فرنجي قدوس أنت يا الله السماوات تحدث والأرض أيضا تخبر والفلاك يسبح منك إذا هان الخدوس المحيطات وما فيها والمخلوقات تجاريها والمسكونات تغنيها قدوس 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 أنت يا الله يا ليتاني ألف لساني كي أدعو القاسي والداني وأشت بكل الألحاني قدوس القدوس يا كل الأمم رنم يا شعوب الأرض قديم له المشد وكرم حمل الله القدوس قدوس 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 أنت يا الله قدوس 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 أنت يا الله اهدوا للرب المعبود سبحا بالدف وبالعود يا طيور بألحالك جوني غردي واهتفي قدوس اسمعوا أصوات الأطفال والرطع تصدع بالعالي والنساء تنبق لرجال هيا نهتف قدوس 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 أنت يا الله قدوس 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 بفقرة اسمها مع ريم فنسمع مع ريم فكرة لليوم وبدنا نشوف شو هي آخر فكرة ببرنامجنا بهذا الموسم هلما ورائه ريم مساء الخير عن جديد مساء الخير شو الفكرة اللي رح تعطينا إيها لليوم اليوم رح أحكي عن موقف كتير بيلفت لنظري وكتير بهيد الأيام بيتكرر منكون قاعدين عادي بحياتنا اليومية بأوقاتنا اجتماعاتنا سهراتنا لقاءاتنا يلي هي منكون قاعدين عادي هيك لحد ما ممكن يعني يجي شخص يرفع موبايله باعتبار هلأ موبايلات موجودة بكل محل يرفع الموبايل ويقول خلونا ناخد صورة بهاللحظة كل شي بيتغير ما بعرف إذا إذا شي مر منتبه بهاللحظة كل شي بيتغير يعني مثلا اللي بيكون ذهقان وقاعد هيك بالقاعدة ومش طايق حاله يعني ومش مش مصدق متى القاعدة تخلص بتلاقي فجأة بيتحول لأسعد حدا بالدنيا وهيك عرفت شو واللي مثلا أو مثلا اللي البنت مثلا يعني أول شي بيختر ببالنا تماكن عم بستسني حالي إنه للا خليني زبط شوي حالي تأطلع إنه شوي أحلى بالصورة مش إنه مثل ما أنا أو لا بدي جرب بشوف حالي أنا كيف وبعدين أتصور أو مثلا رجال ومرة مثلا مش كتير طايقين بعضهم بتلاقيهم بيحدنوا بعض وفجأة بيصيروا عصفير الحب بهذه السورة أو أو نبع الحنان مثلا الأم بتكون يعني ما بعرف بتكون قبل قبل نص ساعة صواته واسطين لآخر الشارع فجأة بتتحول لنبع الحنان بالصورة ولا دعم يبوسوها من هون ومن هون وهيك بيتحول الكل بكل مشهد على حدة أو بكل موقف على حدة لممثلين عمليا متخرجين من هوليوود للاحظات معينة اللحظة اللي فيها إذا بدك بيلمع الفلاش بتنرسم هديك الضحك على وجوهنا ومبين نحن أسعد ناس بالعالم بيرجع كل واحد لشو كان بعدين بيلمع الفلاش تخلص المسرحية بتنزل السيطار وترجع الحياة متل ما كانت نفس الشي بحياتنا المسيحية بكتير من الأحيان بتلاقينا عايشين حياتنا ذهقنين متضايقين كرهنين بعض غيرانين غضبانين عم نصرخ يلي هو مش عاجبنا العجب وفجأة لما بتلاقي الضو بيتسلط علينا سواء بخدمات أو بانتعشيات أو بتسبيح أو حتى بخدمة صغيرة ممكن كون الضو شوي عم يبين أو ريم شوي عم يتبين أو أي حدا فينا شوي عم يبين بتلاقينا فجأة منتحول لأشخاص تانيين بتلاقينا هيك دغري صواتنا بتوتا وهاي ايه نشكو ريوب وانت كيف ان شاء الله بالارتفاع وهيك يعني بتلاقينا دغري منتحول وبتحس انه أكتر الأحيان بتلاقينا أنه عم نلعب للأسف مش ضروري دايما بس كتير من الأحيان من لقينا عم نلعب مسرحية الإيمان أما الواقع فيكون بعيد شوي عن هاي الحياة الحقيقية الهلالة هون ممكن تقطع ممكن كلنا نقطع فيها بس المشكلة الحقيقية لما منرجع لهول الصور يلي تصورناهن بعد زمن مثلا منقول واو تذكروا هاي اللحظات قد كانت حلوة عن جد مش معقول للسعادة اللي كنا فيها لما كنا عم نتصور هدول نفس الصور اللي كنا من قبل عم نكذب فيها مثل اللي بيكذب الكذب وبيصدق بعد فترة في جملة سمعت من خادم كتير غالي على قلبي قال لي الصورة بعمرة ما كانت بتعكس الحقيقة وللأسف غالبا هي بتعكس سواني الكذب يلي بيتخللوا الحقيقة يلي هننفسهم سواني لمعة الفلاش اللي كنت عم بحكي عنهم قبل شوي اليوم في تحذير لكل حدا فينا تحذير لقلي أول وحدة ولكل حدا فينا عم يتابعنا ما ننغش بحالنا ما ننغش بأشكالنا ما ننغش بخدماتنا ما ننغش بتزقيف الناس لقلنا ما نكون عم نطلب هيدا الشي حتى تسبيحنا حتى كل شي عم نعمله وما ننغش فيه إذا بدنا نشوف صورتنا الحقيقية عن جد مش رح تنفع اللقطة إذا حابين نشوف عن جد نحنا شو مش رح تنفع لقطة كاميرا المفروض إنه نفتح إذا بدكن الموبايلات تستخدموهم استخدموا الموبايلات بس نفتح فيديو نفتح الكاميرا على الفيديو ونبلش نسجل فيه المطويل من أول لحظة منصحة فيها بتخوتتنا بغرفتنا النعم بتخللها شغلنا وقدينا إحنا أمينين بالشغل وعلاقاتنا مع الناس لمبينة ومش مبينة وبتخلص كمان بأفكارنا وبكيف عم نرجع النام وشو عم نفكر للأسف اليوم بكتير من الأحيان صرنا عم نحط هالسواني الكذب ببرواز ومنعلقهم ببيوتنا مش ضروري دايما أكيد يكونوا كذب بس غالبا في حال كانوا منحط نلاقينا حطينا ببرواز ونحنا منصدق هيدا الشي بتلاقينا مبسوطين فيهم وعم ننشرهم على فيسبوك وعلى انستغرام سواء صور أو خدمات أو أي شي عم نعمله وبتلاقينا كأنه عم ننتبه بس على هاي اللحظات يلي الراب أو يلي مسلط فيها الضوء علينا أما فيلم حياتنا فما عد كتير بهمنا بالسماء أول ما رح نتقبل مع يسوع مش رح ينفع ألبوم صور مش رح ينفع نفرجي ألبوم صور ولا أي صورة نحنا أخذينها كنا مبسوطين فيها والضوء هيكا مبين ونحن مطلعين هيكا مرتبين ومؤمنين وحلوين هيدا الشي مش رح ينفع عند يسوع أول لحظة رح نلتقى فيها مع يسوع رح يكون هو عم يعرض لنا فيلم حياتنا عم يعرض لنا اللحظات اللي عايشين فيها بالخفة اليوم بيبقى السؤال بالحلقة الأخيرة بهيدا البرنامج لكل واحد فينا قدي كل حدا فينا قد هيد اللحظة قدي كل حدا فينا قد أنه تنعرض لحظات حياته المخفية قدام يسوع بفيلم أما بالنسبة للجواب فرح يبقى برسم الأمانة لكل واحد فينا وبينه وبين الرب ريم شكرا لقالك صراحة أنا بس تحت أقول قدام المشاهدين أول شي بدي أشكرك على كل الأفكار اللي عطيتنا ياه خلال البرنامج بكتير من المرات كانت الأفكار اللي تحكيها تكون سبب بركة لقالي أنا شخصيا يعني إجي أقدم الحلقة واستضيف الضيف وإرجع اترك الحلقة وكون أنا أخذ شي من فكرة أنت حطيتية فأنا دايما بقول أنه الشخص اللي عم بحضر شي أو عم يعمل شي إذا هو أخذ منه يعني أكيد الناس أخذت منه فأنا متأكد أنه الرب استخدمك بالبرنامج بكل الحلقات اللي ما رأيت وبشكرك على كل التعب اللي عم تتعب فيه لحثة قدمي اللي قدمتيه شكرا لقالك كتوني شو رأيك واللي سمعته يعني طبيعي اليوم العالم كله عيش بالعالم والعالم بهمه كيف تنظر على العالم كيف شو رأي العالم شو قالوا عني شو رأي الناس فيه شو رأي الناس فيه لحدا يعرف من العالم نسين الله أنا هم بدي دخل كلمة هيك نختصر شوي محبة العالم وأغرقات العالم وشهوات العالم هي عداوة الله كلتنا كنا هيك أختي كلتنا 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 كنا بهمنا العالم شو رأيهم فينا وللأسف أثريت البشر هيك لأنه استعملك كلمة حذبة كتير وبشعة بنفس الوقت ولكن مهمة استعملك كذبة مين الكذيب الأول إبليس وبي الكذبين مش كليه أنه إبليس مكذب هاي العالم وهن بيكذبوا على حيالهم وعم بيصد هن بيكذبوا على حيالهم أنه ليك أنا بقول شغلي بقول أتحدى أتحدى شخص واحد عيش بيعرف ما أنا الفرح والسلام والراحة ومش مولود ولادي جديدة أو مش متعرف هاي يسوع لأنه في كذبة اسمها فرح العالم في كذبة اسمها سلام العالم في كذبة اسمها راحة العالم بس أنا بالنسبة لعلي هؤلاء مزورين في راحة أصلي وسلام أصلي وفرح أصلي صحيح مصدراً من اللي خلق الأرض اللي اسمه الله بشخص يسوع المسيح بدنا نتعرف هاي يسوع تناغدون صحيح وما في شبع إلا بيسوع شكراً على تعليقك مرة جديدة شكراً لألي كريم رح نرجع معي طبعاً بآخر حلقة لحتى نشوف شو الأية اللي رحت تركيها معنا بآخر حلقة من هذا الموسم طوني وقفنا قبل الترنيم وقبل فكرة ريم بمحل أنت خلص صرت تقريباً عم تعيش وتعمل كل شي وصرت عايش حياة ضياء بقيت كل هاي دي الفترة بدون ولا أي محاولة من حالك ولا مرة جربت تقول ولا مرة حسيت أنه أنا مش مبسوط بالحياة بدي غير بوقت صار أمري 18 ونص تابت من السهر ومن الشرب ومن الكذب ومن صرف المال ومن البنات ومن كثير أمور تابت لأنه الليل بيجيب بكثير أمور من مشاكل بيجيب كثير أمور بـ 18 ونص هون قلت بديعات بالبيت في جيران قلنا بالبنية حد مننا تعرفوا قد بيجي حدا جديد هالحارة الأهالي بيصيروا بدين جيران بتعرفوا عليهم وأهلا وسهلا والزيارات متبادلة فكان في حكيم وحكيم يستعجوا جديد أنه من خارج صغرطة من طايفة غير طايفة دين مسيحية أو دين مسيحي بدي سميه مع العلم أنه المسيحي مش دياني يعني ضد هالتسمية صحيح ولكن دينه غير دين مسيحي بقى أمي قلت ليني همي وأما بتشكيل للجيران أنه عندي أبني معزبني كثير وهلا لحوات بالبيت قلوا كم يوم بركي بعرف كنا له وبتلهو شوي أما أخذتني تتعرفني اليوم وهني بيشتغلوا أدوات أشغيل أدوية سيراميك والتي تسلقوا اليوم ويوم أسمي خبرني هذا الحكيم عن أمور تحضير أرواح وما تحضير أرواح وإذن سألته سؤالين ما بنسهم طللي أنا حياة اللي بنت بدييها إذا مننا هذا الشي بتجي لعندي قال لي بتيجي لعندك قلت له حلوي الفكرة قلت له قلت له أصبح شغلي ثانية إذا بدي قلق بالأمار بيربحوني أو بيربحوه قلتلنا خلاص بنجربها لكين تحضير أرواحي قللي هيدا الشي بدك بيصير المرة اللي بدك بتجي وبتربح بالأمار أنا لكين بدنا إياها كيف بيعملوه قللي بدك تشتي هالغراض بنزلت هترابلوس الشراء تعدى وبلش إيجي وبلش نحضر هيدا الشي وأنا ما بعرف شو هيدا مش شي جديد بس بتذكر تتحرك بردية تطلع بردية بقلبي يقول يا رب أو يقول سمي تسمي مثل ما أنا كنت بعرف يا عدرة يا ما بعرفين كان يصير إشياء؟ إيه ما هيدا الشي أنت عدتخل على عالم الشيطان الشريرة أصلا إن كله من شيطان لشيطان يعني كله أعمال مش من الله ولكن هيدا الشي جذبني وتعرف الإنسان بيطبعه بدو يكتشف بدو يعرف حشور أم بلشت فيها بس عملت ردد فعلية لي أني أنا ونيم بالبيت معايت فيني نيم صرت شوف كوابيس إيه معايت فيني نيم اسأل شو هيدا الشي لان بيصير معايت يقولولي قريني قريني صور كله تحت تسمية قريني قريني يعني مثل كأنه واحد يمكن بالمجتمعات العربية مش معروفة بيصير بمصر بيقولولي عفريت عم يطلع لك عفريت بالليل عفريتك هيدا العفريت تبعك أو مثلا عم يشوف ما عندهم تسمية قريني يعني عم بيشوف عفريت بالليل يعني مثل كأنه شي عم بيخوفه بيرا ما يحس إنه ما بقفيني يحرك جسمي أنا وين وحس إيام حدا ما بيشوني أو حس في شي مش طبيعي وخاف يكون إيام أحمل زمور جرس بإيدي تعرف قود النوم بيكون في جرس أحمله بإيدي قلت أول ما بدأت تصير هذا الشي بدي أفقس الجرس ما ما يقوي أفقسه اسأل الوالدي اسأل الناس يقولوا لي قريني شو عمل أكتر شي من عارفه حط الإنجيل تحت المخدة حط الإنجيل تحت المخدة إني خدته القوة شو عرفني إنه غير هيك أهي عرفت كيف أو علّ شي بيرموز حط المسبحة أو حط صورة ما بعرفين شكليا شكليا من برّة شكليا بالشكل مثل كأنه واحد حامل إدخيري يعني بمعنى أصح إذا بدك مثل هالتحضير اللي عم تحضروا عم تعمل شي بيشبهوا الشي بيشبهوا بس شكلوا مسيحي مسيحي صح مشانا هيك هون أختي دخلت ووجه كاهنها البيت وصلى خف هدا الشي وأنا وقفت روح لهونيك وصور عندي خوف هدا الخوف ما يدي قلب فوتها للأودة نام صرت إرجعت للشرب صرت إشرب كل يوم قنين توسكي للصباح خوفهم إنك ما بدك ما بدي فوتها للأودة يطلع عندها وشارب قنين توسكي فوت نام محل ما يسير شي هم إرجعت للعادات اللي كنت فيها إرجعت تقريبا للعادات اللي كنت فيها هلا بدي هيك ضوي أون برونتاز ما اللي نحنا منحكي بصراحة أكتر شي رجعت عاودة هدا الشي وأكتنت هم برجع أعمل العادي السرية هم وقت أعمل العادي السرية بها الشب بها العمر شي طبيعي بيتبرو العالم هدا الشي أبقى إرجع تعودني هدا الشي دايش هالقضي العادي السرية هي باب الشر يرجع افتح باب جديد ويجي هيا خبرتي لشين هيك اليوم بدي يوجه رسالي كمان إنه العادي السرية منه شي عادي هي شي كتير هالقضي بشير طيب بعدين أنت حسب ما تسمعنا بالروبورتاج تجوزت وقررت ترجع تعيش حياة شخص يعني خلينا استخدم تعبير شخص ايدم يعني شخص محترم شخص بدون مهزب شخص مأدب جربت قدرت؟ مثل ما الكل يقولوا اللي يجب يكون هالقضي قدرت؟ سنتين اشتغلت على أساس ما فيش يبقى يشرب شوي يجي متل كل العيلي إنه نهار ثبت بدك تشرب كيس وكذا أو كيس قبل ما اتنين بيسوا قليلهم من الخمر يفرح قلب الإنسان يجي واحد مبررة يجي واحد مبررة واشتغل بس آخر شي وصلت لمحل إنه أول شي مش مؤهل نكون بشغل هذا الشغل لأنه كانت شخصيتي مش شخصيتي أقدر أقول لحدا لا استحي إذا كان يريد أن يتدين يقول له يلا يلا تحت سقف كمين اسم أني أنا كريم ما بسأل يلا منقول قلبه طيب بس هي كذبة أكبر كذبة كلمة قلبه طيب أو كريم قلبت حالك كسرت ميتين ألف دولار ديوم عمري واحد وعشرين سنة لدي تشايكيت ميتين ألف دولار وبوقتها ميتين ألف دولار قد مليون اليوم مزبوط مزبوط وبلش هون الدرك يجي يدق بدي مني مصريت ببلش يدق ببلش تلاحق قضائيا في علاك تشايكيت يجيت بدي أهرب من البلد بس والد صغير شو بدي أعمل بتذكر بعد فترة طلال المرت كان عندي والدين وطلال المرت يدبي لي غراضي هكيت المثابة ما بعندي حل واتجوازت أنا كان بعدم رضى الوالد منشان هيك الوالد ما كان يمدني ماديا ما كي بدو يساعدك لا 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 لأني أنت تجواز بدون رضا ايه روحت أنا سلمت حيلي المخفر الدرك وصلت على المخفر الدرك معي كيس مرت يدبط لي طلو طلب لي النشرة يعني شو فيه طلب لي النشرة أم فتت وقفت جمعة الوالدي ساهية كرميل بس الديون بعضهم عليك لا ندفعوا الميتان ألف ندفعوا عملوا مساومات يعني اللي بدو خمسين أخد ثلاثين وحاولوا وظل علي شي بسيط دخل الوالد بساعدك مش الوالد يعني الوالدي ساعت بهالموضوع من العيلي ومن هلا مش شخص الوالد بس المادي كان الوالد هون سؤال قديش أثر هالشي على علاقتك بزوجتك فترة اللي كنت رجعت فيها ولل فترة هلأ هي كاميرا 16 وقت تجوزنا يعني كان هيدا الشينا بقولك إليه كاميرا 17-18 يعني بهالعمر ما حدا نكون واي وراحت هي خطيفة وخايفة تحكي علي لأنه قرارة ضد أهله كانت عطول بلقيها دايما هم تدعمني وحدة ما كانت هالحدا طقيل أو واعي إنه تكون هم بتتقلي لأ ها شيء أو هيدا غلط أو تحملني زنب لا ما كانت كان دايما هم تدعم ما خفت بهذاك الوقت تكون عم تكرر التاريخ اللي عمله بايك مع أمك بزوجتك بشكل الراب استفدت من هيدا الموضور حتى اليوم من الوقت ما جوزت اليوم بتعلمت من باي إني ما عمل مهما كان الزرب طلت حامي علوقتي مع مرتي من ورا حتى ما تكرر اللي صار حتى مع أولادي ووالدين ما حطيت إيدي عليهم من أنا وصغير إلا الكلمة الحلوية طيب بصلت لوقت رجعت الإفلاس والديون وسلمت حالك توقفت أسبوع اندفعت لديون رجعت للحياة الطبيعية هون أنا قلت كلمي شعار قلت شعار كل شي حلال ما حدا يحكيني فيه ما بق بدي شي حلال لأن الحلال ما وصلني لمحاول كل شي حرام أنا جاهد ابن النجار بيطلع نجار ابن اللحيم بيطلع لحيم ابن الكازينو شو بدو يطلع ابن كازينو ابن كازينو عملت بلشت أشتغل بالأمار بتاحت بينجو ويت تاحت مكانية بوكرماشين بلشت أشتغل بكثير أمور بتخص الليل وهون بلشت سهر الليل واشتغل وأسره ضل ميل كثير وأسره بدي يوسع أكتر في خبار كثير قد ما نحكي صار شغلك البزنس تبعك لأنك تفتح بواب أمار والناس يشتغلوا بالأمار وأنت تطلع مصاري وبحجة الليل وتتعرف على أشخاص فت بتزوير المادة تزوير العملي تزوير العملي صرنا نزور مادة صرنا نجيب تشايكات تزوير مزورة هاي لحظة هون بس أقول شغلي بين هلالين شوف النعمة لما بتطلع الشي للنور تتخيل حالك أنت قبل ما تعرف المسيح وتنولد بولدة جديدة قادر تقول قدام التلفزيون أنا كنزور عملي ولا كنت تخاف أنك مجرد تذكر أنا كنزور عملي تخيل؟ لك أنا بقول شغلي اللي ما بيعرف الرب يسوع أكيد عنده كتير أسرار بداخله بخاف لحدا يعرف كل إنسان عنده هيدا الخوف والأسرار هيدا ميت أنا دايما بقول كنت على طول أحمل بجيبتي قطرة حتى إذا شوف دركي ماشي على الطريق وأنا كون شربان حشيش وعيوني حمار بغري بدي أطر بعيوني حتى ما يبين الحمار طيب لما بلشت وفت وقيت إنه طبعا إنت رجعت من جديد حطيت إيديك بين إيدان الشيطان وبلشت تشتغل وبالبزنس تبعك تلعب الناس أمار وتطلع مصاري أنا ميني بين إيدان الشيطان بفكري إذا ما كانت زئب أكلتك الزئاب ونبقى أنا بصغرتها المرة اللي كانت هم تبيع حيلة بالجسد بس عملت ميل كتير هالي شوي اسمعهم يقولوا عافيها زكية رو حاملي مثلها عرف الزبطة حيلة يعمل تهريبي وينصب على ابنوكي ويساكو ابنوكي برافو شاطر منو مثلك أنت صرت بالنسبة لك أنت أنه بدك تعمل مصاري بدي حقق حالي بها الطريقة ولقيت هذا البيب بلش يعطيك مصاري طبعا وعلى الصعيد الشخصي ومن جوه كنت مرتاح هم بسعر أبقى أقول كلمي دايماً شيل صخرة تطلع لي صخرة أكبر شيل صخرة تطلع لي صخرة أكبر بس ما في بديل كل اللي لم هيك وريك دين ونلاقي كتير أشخاص يهنوني يقولوني نيالة قريت أنا محلت وهم بلشت مقاطعاتي مخدرات وبلشت أنزل على الكازينو داين بالفيدي وبلشت تنزل على الكازينو تدين الناس مصاري بالفيدي ونصير مرابي بقى صحيح وبقى أقول يا عدري يا حنوني بالمية عشرة كوني بنفس الوقت عندي مثل ما علموني أهلي يعني من أنا وصغير فرشي سنينك أول ما تنام صلي مرة أبينا مرة سليم أول ما تنام وهي الأمور اللي علمونا إياها وهي أساس ريح ضميري أني أنا بصلي أنا عيدها مش وبنم أنا منيح بساعد بروح بحط شفاية نصريت بالكنيسة بقول أنا منيح ماشي حالي الله بيعرف أنا هيك بصلي بتعرف أنا عم بتطلع على حيات شخص مثل حياتك ومثل حيات خينة سوهيل جعجع كان مرة أكيد بتعرفه كان مرة بضيف معنا انت كمان حكيت مع سوهيل انت اللي بشرته فلما بتطلع وشوف عن جد فعلا النعمة وبتطلع اليوم الرب شو عم يعمل بحياتكن بقول إنه عن جد من غفر له الكثير أحبه كثيرا واللي غفر له القليل يحب قليلا وين صارت نقطة التحول بحياة طوني خرنجي بس قبل ما تقول وين خلينا نشادين المشاهدين شو رأيك نسمع كمان ترنيمه لأنه خلي المشاهدين قاعدين معنا لحتى ل يسمعوا هالترنيمه وبنرجع منكمل نحن وياكم شو صار مع طوني وكيف تعرف على الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر محن في التحريك يا قدير وحدك صاحب السلطان والمصير في ايدك مش فيك إنسان واحنا موش في مهف الريح احنا جزء من المسيح القدير الحصول هنشوف حوليك تنهار بعد الليل دايماً هيجي النهار بالتسبح دوع الأسوار انت يا إلهنا الجبار والقادير يا قادير وحدك صاحب السلطان والمصير في إيدك مش جيد إنسان وحنا مش في مهب الريح وحنا جزء من المسيح القادير عودة أصدقائي باللي باقيننا من الوقت بهالحلقة الأخيرة من برنامج هلومة ورائي وضيفنا المميز بآخر حلقة طوني فرنجية طوني الوقت عم يمرق ركض بس بدي أنا وياك على قد ما منقدر نوقف على النقاط الكتير مهمة بحياتك خبرني قبل لما وصلت وتعرفت على الرب يسوع المسيح شو اللي دفعك لحتى لا تقول إني أنا بدي إيه وين وصلت كيف تحت تعرفت عليه أصلاً وين حسات بحاجتك لقله يعني عندك كل حبات تعبير قلته إنه كنت كل ما تشيل صخرة من قدامك تقول إلا بدأت تفرج تلاقي صخرة أكبر شو صارت؟ أنا أولا مرة قلت بدي إيه لأنه ما كنت بعتبره إنه هو أصلاً قدر يعمل لي شيء هو موجود فوق كنت معتبره إنه قلت ما فيه يعمل لك شيء إيه أنا طلع 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 لي طلع لي طلع لي طلع لي مثل ما بيقولوا باللبناني بأقوسي يعني طلع لي هيك فجأة هيك فجأة هيك يعني هيك فجأة يعني إيجا شيء ما كنت أحسب إنه هيدا موجود كنت تحس في شيء ناقص قبل ما توصله؟ ما عندك كل شيء بين إيديك مصاري خيأ أي من كل شيء بين عمل تي مشين شبع ذاتي من كل النواحي من المادة من النسوين من المخدرات من ملك كل شيء تطلع مادة حتى تهريب تشليح شلحت أمار لعب دربة أمار 25 مليون السهر الضربة الوحدة 25 مليون الضربة الوحدة 25 مليون بكازينو لبناني ع طولة البونتو هي الماكسيموم بي حطى لي إسمي بكازينو لبنان فوت عالم تيلعب أمار جوا حطيت ميل الله خسارة رحتها مصر تيلعب بالأمار شلحت تشليح أكثر من تشليح سطو سطو مسلح من زبونات هني بدول العربية كانوا بكازينو لبناني يربحوا كمية عصابة عامل مثل عصابة حتى تزوير تشيكيت بالكازينو تنصيب ما في شي بنعمل إلا ما عملته كل شي مقوس أكتر من مرة تقاتل بس ما تزبط معي أنه قاتل يكون سكرام مطفى أوس الشخص ما أصيبه بس أوسه تتقاتل بهدف القطل ما في شي ما عملته حتى تهريب مخدرات هربت آخر مرحلة يعني من عمل لـ 22 إلى 29 سنة كان عندي كل يوم روز سنة حتى عنا الجمعة العظيمة كازينو لبنان بيسكر أنا عندي روز سنة سهرة واحدة مكلفتني 21 مليون و 400 ألف من الساعة تقريبا من الساعة 2.5 ليلة الساعة 6.5 صباح كان صارف 21 مليون و 400 ألف رجعت هصغارة ماماية عبي عش تليه ببنزين صارفن على طاولة الإمام لا بيسهرة من سوبر نايت كلاب ترميهم هاي النقطة على هالسياسيين تعرف لبنان كله تحذب ها غناني هالسياسيين شومبان هالروسيات وهالهول ويلا مفتوحة طيب وما ما كنت تحس بفرح تأشبع ولا مرة نمت مبسوط ولا مرة والعيلا متقليني يلا شوف توني الكلام اللي عم تقوله مصدقيته وقوته لأنه عم يطلع من شخص مش من بعيد عم يحكي يعني لما واحد بيجي عم ينصح ولاده وما تروحوا على هديك الحياة لأنه هديك الحياة مش رح تنبسطو فيها بيحسوا انك انت عم تحكي بغير عالم وانت مش عارف ما دقت بس لما هالكلام عم يجي من شخص كان عايش بقلبه جوه وعم يقدر يقول هذا الكلام اني مش بعت أنا وجوه ما خييي خييي أيمن أنا كنت اسمع هيك كلمات من تير أشخاص من المكربين ومن الأصحاب ومن العالم شي يقولول الله أك أبشع اسم بصغرته بالصيت سيتة كانوا الأهالي إنه يسمعوا إنه أولاد مماشي مع توني فرنجي دخيل كن لا يعني خراب خراب تشوف تداش الرب أمين نحكي فيها بعدين كنت يعني كذب حلفين سب مشاكل قويس هالدولة من كل النواحي من كل النواحي ما في شي للمكسيموم ما عملته كنت أطلق بالشهر أكتر من ثلاثين مرة كرميل؟ كرميل يجيب المخدرات من فوق وشاركت حدن تاجر مخدرات صرت شريك مع تاجر مخدرات مية بالمية كان هو يزموني بالكزينو ونكسر من وراء الأقمار ودين بالفيدي وما في شي ما عملته حتى وصلت للشهوة الجنسية إنه ما بقى إش بقى بوهدي طيب هالدوامة اللي عايش فيها ببي يعيش شو صار لحتى حسيت إنه بقى خلص بدك تطلع منا كنت وقتا ملت التهريبة كنت بالبقى طلقت البضاعة لشخص فوق خلق كل البقى بيسموه بو علي تانس كيرو بو علي الله يرحم و توفى بالسجن طلقت البضاعة المهربة اللي هربنيها لأن البو علي كميشين يطبخها تصير صلحة للتعاطي قام استضاف نهوي بالكسارات عنده بالكسارات عنده ما فيه إرسال ما فيه إرسال أنا صرت عم بتعاطف ريبيز فوق يعني الباز تبع الكوكاين مية بالمية كانت العميني في ريبيز اسمه بعرفة 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 صرت عم بتعاطف فوق ريبيز ثلاثين مرقوا كان ننساني ما حساسين كان معي رقاصين من جوني واحدة من الرقاصين بعدين عرفت إنه طلع محمود اسمه شوف الجو وين بيكون رقاصة طلعت شب طلعت محمود كان اسمها ديانا بعدين عرفت إنه طلع محمود شاب بطلع محمود منوجه لأنت حيي كلا ربي بيكون ايه بقى الفكرة إنه نشكر الله كنت عم بياخد فريبيز اسمه ما كنت نشكر الله جميل كنا علقنا في ديانا طلع محمود بقى الفكرة إنه بعد ثلاثة أيام أبو علي نحنا هلأ عم نضحك على الموضوع بيبين ضحك موجود بس عن جد فعلا تعرف في أي بسفر الأمثال بيقول إنه بيحكي عندما واحد بيبقى بيترنح بالخمر و بيشرب و بيسكر بيقلك بيقول بيوعى تاني يوم لكأوني و ضربوني و هزقوا فيي أعود وأطلبوها بعد بيبقى واحد عن جد من من عقدمة إبليس بعميله عيونه بيعمل إشياء بعدين لما بيسمعه بيتدحك بيقول معقول أنا جنتك أنا بقول يا تينا النعمة تنبشر باللي بيعبي الفراغ والنقص نعلم أي شي بفراغ دي أرجع أسألك شو صار؟ بقى أنت كنت مقطوع عن الإرسال؟ بعد ثلاثة أيام نزلت من اللي بقى 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 من الكسرات هال ضيعة بريتيل قال لي بقى علي تتاكل ثلاثة أيام مني أيكن كان يعمل لي مقلع صودة ومصودة ناي و هاد و منزلت بيرن تليفوني ثلاثة ونص الصباح بيطلع حدا بيداين بالفيدي معنا بالكازينون كانوا أهلي ثلاثة أيام بيرمين من التركين قتال مخفر درك مستشفيات مدوروا عليكم مني موجود خلا بعد ثلاثة أيام ما تركوا محل إلا ما دوروا لها أنت واعي ما نمت ولا ديئة أنا مين أيام ثلاثة أيام على الفري بايز أكيد على الكوكاين أم بيتبروني ميت أمي بتلبس أسود بيتنا سهور مليين نعلم كله عم بيبقى مليين أنا ميني وين فكر هلع ماشي كان إلي شغلي آملا بقى نين بروط البيت بس كذب ملييني بعيتولي ملسن كتير و دايما أيما يبقى عندي صورة من بره ما أحدا بيعرف عني شيء ممثل بامتي زي متل ما قالت أختي الكذاب بامتي كذب على الآخر و كذب على حيلي و صدق كذبتي هاي المسرحية اللي اليوم عايشينا هالدحكي هاي دي اللي حكيتها الصورة اللي هم بيغدت بيتغير شكل الإنسان أنا كنت أقول عنها كنت ألبس ماسك قدام الناس بس أنا وأقعد محالي بقوطي ما فيني أقعد ما فيني أقبسه يعني أنا الوحيد اللي عارف حالي على حقيقتي وبقى دايما بدي أقول شغلي يسكت الآلم بفجوري اليوم لأنه في كثير الشباب عم بيسكتوا الأهل بفجورهم عالب تكسر صرخ ما أحدين يحكي معنا أعتبر حيلي أني رجال خافوا منكم أتعمل أعتبر حيلي رجال في أي بتقول فخرهم عارهم نبقى نفتخر بالعار نبقى نروح نخبر شو عملنا نقول له أنا عملت هيك حطيت واحد بتطبوني أول صبفين بيرح كنت مع الخمس بنات بيرح كزم بيرح كزم بيرح شامم هالقبدي متعوت هالقبدي نصبت هالقبدي يعني شي منه يفتخرون بالفجور صحيح شو صار بعدين نزلت من فوق بيرن تليفوني بيت لويحد بيداين بالكازين ومانا بيقلي عم بيسبل لي أنت طيب بيسكل خط بوجي بدك عايش يعني صح بيسكل خط بوجي ما في ضيقة بالتن الوالدة قلت لي مترح مع انت يخليك ما تجي لا أنا جايي أخذك مترح مع انت ما تتحرق آه قلت لي أنا هون صيدة وصورة عم بالنفويت قلت لي أنت بالبقاء وقلت لي أنت بالبقاء شو قلت أنا انكشفت هكي من يعرفوا عني شين كان كل يوم قطعتها 6-7 جرامات و10 جرامات و8 جرامات و4 جرامات وما برب شو ما حدا ما هو خبر شين قلت انكشفت دورت عطوني أبو علي مني مطلع له بضعة في 600 جرام جاهزين هلا بين إيديا للتعوطة حملتم بكيس عطوني 12 ألف دولار تقريبا نقضة بيالي فيهن والبقاء يضلوا عنده ونزلت ثلاثة ونصف من فوق وصلت ستة ونصف الصباح أصغرتها بلو يا إمي ومرتي عظيم بيقولولي ما بدنا إياك تروح لمحل وليه تنزل الكازين وليه تشتغل خليك بالبيت نحن منصف عنك قلت لنا أوكي بد ينام بتذكر من البقاء تمصلت على صغرتها يشارب شي 50-60 كيس بوسكي من محطات البنزين لأنه مفعول الكوكايين فيك خلص مش قادر تنام يعني صحيح الأدرنالين عالي على الآخر ومش قادر لا تنام ولا شيء وأنت عم تشرب كحور لحتى تقدر تغفل تقدر انزل هيك رخيحة بالمهم قلت لنا أوكي فوت بيتي وبيت أهلي حط بعضهم البيب بالبيب فوتها بيتي بنام التنين الصباح بوقت ثلاثة بعض الضهر قلت لنا المرت يميلي لقهوي بسمع عجع قلت لها شو هي العجع قل العالم بيهنوا إمك بسلامتك قلت لها مابدي حدم يدق البيب بعد شوية تفتح البيب بيطلها واحد بعرفوا بصغرتها أنه بيخبر عن الرب وهيك بتبروا باهلي يعني من هول باهلين بيخبروا عن يسوع ام ايجا مالي عن كحشو بدي زبط جو البيت جو مرت جو أمي ام اتضحك اللي يقول لي ياسوب احبك كيسوب كذا وشو هالبهلي هيدا بقلبي ما تعرف اش فيه جابتي واش فيه كوكيين تبتك ياسوب تلحقني اش فاهموا بهالحيات بلوحقين كبر يعني أنا بعرف أنه بكرة وقت بصير على العصب بفوت على التنينسي بصلي هلا بدي يعيش حياتي كان عمركش بالتلاتينات تقريباً تسسة ويشين سنة أم بيخلص بيروح بيرجع بيدق البيت بعد شوية تيري أمي مجمع كل اللي بيصلوا عندها بالبيت بيخلص وقت تبعت البيت بيخلص وقت تبعت البيت أم هيدا نوار التالتة بعد الظهر صرت تحت البيت في مكانات بوكر ماشين صرت قضيها تحت البيت كل يوم اسهل للصبح مكانات بوكر ماشين وقطعتها مخدرات أهلي ومرتي مبسوطين إنو لحو تحت البيت منو مدلوان بس أنت عم بيعيش نفس البيت عم بلعب نفس الشي بس تحت البيت وستمائة جرام كوكاين معك موجودين ايه قود عمك أنا حد الحميم قوم قرب المكانات كل الليل إليها بأمار للصباح وعم بتعطيها الفكرة اللي بدي يقولها إنو هون كمان التالتة بالليل والأربة والخميس تاتيين اتجرت حتى هيدا دجرني يا مين متعود عجو ومسكر بدي انزل عجوني وعلى الكازين وعلى العالم وعلى المعامل تاني ومنهار الجمعة قلت لها المرتي إنو بدي كيني أطلب من بي ما كانت معا خبر إنو مايه مصاري وليه مايه بضاهم خبيهن قلت لها المرتي بديك أطلب من بي مصاري تتامي شعلك وجيبلك حجيتك قلت لها قلت لها خليني يقوصوا على الكازين ووصلي راجع بلم الفويد وبرجع وكان في عالم بدي منا مصاري ريهل لأقراضي ريهل لسيارات نمرة حمرة تاكسيات ذهب في كتير عندي رهنيات بين إيدي مرابع نازل تاخد مرابع نازل قابط فويد وفي مايه مور رهنيات بين إيدي حلا قلت لها خليني أنزل المفويد وبرجع بس حشارة ما تقولي لأهلي قلت لها بس حشارة تحضر قديس بكنيسة مارساركيسو بأخد قلت لها وان مش بيكون فكرتيني يعني إنو ما بصلي لواحدك بتصلي كليتنا منصلي لكي هان شوفي كانت تعتبر إنو لي حاطت شي رمز أو مصبحة أو صليب أو حاطت بدايك تنزل تصلي قبل ما تروح بدايك تفوت تصلي قبل ما تروح إيه بداييني روح على القديس رحنا للقديس لقيت العالم كلها بتهتم فيني ساعة ثمانية ونصف الليل العالم كلها بتهتم فيني أنا قلت هول بيحبوني لأنه عارفيني بدايين بالكازي إنو بدن خمسين 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 مش بتعود حدا يحب التاني مجينة هلا فتت بالشو بالقديس أنا فتت وقفت عند هباب الكنيسة في مي مصلي هالبيب يقفوا يا دو أنا هون بقلبي سببلي نول بهلين شو هان بيحكوا متل ويحد لبناني حطيته بأسيوبيا ما بفهم شي هلا أجر أطلع البراشيل الكيس قطعت عرجع فوت هيدا اللي عزمنا الكميسة يجعل عندي على ما بقتها يتريف قل طوله أنا بتذكر بالنوفيام إنو وقفوا ونفحصوا ضمير كون بس ناسي كلمة فحص الضمير بتذكر إنو فحص الضمير كون قمل له أنا أشير له هلا هون صور مرة مرتانا بيقول لي الشي أنا ما مالهي الموضوع مالهي إنو يخلص قديس بديروح بإنزال كازينو كنت متلفل لأشخاص بيجوني إنو يحضروا لي السهرة ويحجزوا لي مطعم ويجيبوا البنات وعيلي الماء كتير كوكيين تعرف كوكيين يعني هي هملة خلص تشتري العالم ها ها هلا قال لي اطلع وفوت قال لي بدك تعترف هلا أنا إيلي بلادي إذا بدي لفك وأوسل يكون في شي حاجز أو شي يعني أحسب حساب لقدام شوي هم قلت وين بدي أعترفها فرفت إنو اللي بدي أعترف بدي يروح يقاف فورا العمود ما حدا بيشوفو هم راحت قلت إذا نحشرت بروح بقاف دي قضيقتين وبيرجع بقول لنا انت رفد هلا أنا واقف قلت لي مرت إذا ما بتنزل ما بتفوت تعترف ما في نزال كازينو قلت لي يا ريتك ما حكيتي ومشيت راحت وقصفر على العمود قلت هلا برجع إيجا واعد واقف بالدار ما بيقافوا بالدار إيجا واعد واقف حد مني قلت له تفضل أنا بدي أفحص ضمير مية بقلبي سبله أمو أختو مقتلك سبي بقلبي يا أمي يقرب أنا بدي هيك مية أمي إيجا واعد حد منه صور تقشر له يا أمي تفضل إنتي تفضل تفضل اني لا تقرب إنتا وبقلبي سبله الهيدا والهيدا هيدا اللي عم بيعترف جوة طليا صور دولي فتنة سكاننا البيب برامنا لقيت الأبونا هاد بيتشي ثلاثة أربعة متار بدي روح إركع أنا بدي إركع لك هاي الزيارة تزيارته طيب شو بدي قلله لحنا نركع أم مرأة شو بدي قلله كذبت عذبت أهلي واسرقت هول كنت أولم بالنوفيم بالمدرسة وعلى قربين بالإبتداء قلت أوكي أنا وريح لاندي قلت بس مينها مضبوطة بهالعمر قلو هول تليتة خلص هقلو كلا بس مش قاطل لأنه ما حدا ميت معي أم ركعت قلنا أملي لأله صرت تنفخ وقت ركعت إنه كأنه انكسرت أنا ما ببي نكسر قلت له أبونا لك ليه بضيع لك وقتك وليه بضيع اللي وقتك كلهم بس مش قاطر قلت أنا بفكري إنه ألا بيقول لي سبتاعش أبينا سبتاعش اللي يوم بأمروح أم بيقول لي أم روح قلوه هم بدي روح قلوه إنتي يعرف شو جاي تعمل قلوه إمني يعرف شو جاي يعمل قلوه إنتي خبرني شو جاي أمي قلوه إنتي تعترف تقول إنه إنتي ماشي بطريق الغلط وبدك قوي من الرابط تمشي بطريق الصح قلوه إيه برا أبو يلا قلوه إيه برا أبو يلا قلوه طيب قلوه كلهم بس مش قاطر قلوه إني زيني قلوه إمسكتوا بكتفوا هيك وشديتوا لأما تعطعتنا شديتوا قلوه إيه أبونا بدك تهيني لكلمة زيني من الموجودة بكلهم قلوه إيه بس يا أبني روح تحور قلوه إيه زيني تقولين شو جاي قلوه إيه زيني بالفعل أو بالفكر قلوه نعم لأنتو بتحسبوها بالفكر قلوه إيه هون الكف الكبير اللي كلته أنا بالفعل ما بعرف شو بالفكر إيه لو فيني ينام ما أكلش فيه نسوين لو فيني شو لا أكلش فيه بنوكة لو لو كنت أتمنى كتير يعني الفكر عاملهم كلهم عاملهم كلهم ما عايب الفعل كلهم من هذا القتل طلي ما ظبطت معك أنت جربت تأكد إيه ما ظبط ما ميت الزرنة قلوه قلت له اللي بيعمل بالفعل ما بتبرع بالفكر قلوه إيه قلوه أتنين هلا أساس أنا بدي خلص بسرع يقللي ستعاش عبينا ستعاش سلين قام بيقللي طيب أنت متجوز قلت له إيه قام عامل درب إيده على راسه قلوه شوباك كيف متجوزوا قلوه إيه بصغير تالي ما بيحكي عمرته واحدة واثنين منو زلمة قلوه لا 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 ينزل بيكونوا بصحة عمرته اتنين تيكون زلمة قلوه لا لا منو هاك هلا هون أنا كل شوية طعا بيقللي ستعاش عبينا ستعاش سليم أم قال لي طيب قول فالندم قلوه ما أم قال لي أنا بقوله انت إيه وروي سورو يقوله أنا أعمله بببببببب تمتم بيقللي يخلص بيدي أمشي بدي ينزل كزينو أم بيخلص بيعتيني حلّي وبيقول لي إنجيل يوحنة دلت أنا عدد قلوه قوم روح قلوه وانا بدي روح كم أبينا كم سليم قلوه لا إنجيل يوحنة قلتول لي غيرته الواصصات قلوب بس ايشو يوحنة قال لي انت مين هل قلت له أنا ومرتي قال لي اسئل مرتبة انتركت من عنده و رحت بسرعة مرتبة أللت له وين يحنّا بدي خلّص يوحنّا ونزقى لـ التالي قلت لي بالبيت قلت لي بسرعة البيت جّيبي لي يحنّا بسرعة جّبت لي يحنّا يحنّا هيدّا هيدا عن جد هيدا هوا قلت لي إيه قلت لي مائك رأم بـ تليفون وبركي بيبدل لي إيه بـ 30 أبينا 30 سلام أنا ونيزي الكزين ويقولن بسرعة قلت لي لا قلت زيارت هون عصبت خلاص أمري لالله حتينا إنجيل يوحنى فيت مرتى عن نومي جبت قنية ويسكي حتيت تشيب سبزورات زبطت العادي جبت صحن كبير فتي ما كل شوي شيل شوي ادلقت فيه شي ثلاث أربع جرامات زبطت وحتيته هون صارت كل مقارة والكلمة صارت جسدا كيف هيدي شيل الصحن قلت عاطة تفهمه دلت شهر ونصم برا الإنجيل الشي من فعلا شي من فوق الميتان جرام كوكيينة عن جيل يوحنى بس الحلو فيه إنه ما أقرأ شي افهمه يمكن بالأصحاح افهم كلمة بس هالكلمة كل الليل موحة من أكتر القيات اللي ضربطني فليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وكل ما يزيد عن ذلك فهو من الشرير أنا كلمة كله ويا حلفين يا كذب بنسميها كذبي بيضة ويادي بالنية يا كذب يا حلفين يا سبب كل نهار مشهور فيهم من الشيطان يعني أنا شيطان أنا قدم يا عساس أنا مهزب يعني أنا منيح شيء في حيدي منيح وبلش تكفي عكتر محبات ليه؟ لأنه بشهر ونص هم بتقرأ بلش حس بسلام أكتر بلش تحس براحة أكتر بهدوء أكتر بصير تشوف حالي متل كأنك قاعد هالمرية وهم بتنقي وهم بتشوف حالك وبلش هون أكتر شيء بصير فكري ملكوت الله توبوا لك اقتربة ملكوت السماوات أنا بفكري ملكوت هو يفوق بعدين مش بدي فيون بعد شوية قريت قل ملكوت الله بيداخلك بتذكر ما بنساء قلت وين بيداخلي فتحت هون وين في بيب ما في بيب أجوه بيداخلك من وين كيف بيداخلك بعد شوية رفت إنه ملكوت الله ومن لحظة بتعرفها الرب يسوك كيف بدي يتعرفها لي يا عمي لابيتعرفوا ليه؟ لو موجود هون لوحدك أنت ممعك حدا ما بيعرف حدا وما حدا مخبرني شيء أنا وحيلي وقريت أي أنت لابتموني من كل كلوبكم تجدونني وأنا جاي للخوطين وجاي والآن كل المشي ما الرب يسوه إني الزارون أنا الأزون ويجاي لينا لكن تمام يعني العشرين والخطات والزنات وانت شفت إنه أنا بيناتك أنا مية بالمية ميت وصلت على غلاط يا خمسة عميل الجسد ما وقفت على يوحنى كملت؟ كملت مبسوط وصلت مبسوط لأني عم بلقي شيء بس مين يفهمين إنه شيء وانت قعد بالبيت مطلعت مبسوط كأنه شيء لقيته ماء الكوكين وكل يوم مسكي وكل يوم مطلعته مبسوط ما بدي روح المحل مبسوط فيه بدي يشوف عيشه هيدا ما قولي أنا ما بعرفه مين هو قريب حياتي بس هم بيأتيني كل يوم أريح من يوم في شيء حلو في شيء هم بيغضوا عيتي فيه في شيء ما هو حق فيه ما أنا ما يعرف شايف النعمة أنا كنت قول عن حالي إنه أنا بتذكر مرات سجارة الحشيشة بإيد والإنجيل بإيد وكيف كان مطول باله علي وانت قاعد حاطة 200 جرام كوكين وكذا قنين توسكي وقاعد كل يوم كل يوم كل يوم وشوف حنانه وطيبته مطول باله عليك لآخر لحظة هو عم يشتغل بحياتك لأنه كان شايف اللي ما حدا شايفه خيه أيمن بدي قلك شيء بعد خبرتك أنا بشوف اليوم نزة الإنسان إنه هو أحسن من غيره هي أسوأ من الكوكين نزة الإنسان إنه يديني الثاني هو أسوأ من الكوكين مهم وصلت لغلاطية إذا بخبرك أننا أصلا تخطينا الوقت الأصل إلى الحلقة بس خليلي بدي أعرف مش رح قوم من الحلقة إلا ما أعرف حتى لو بدي أبعد معك ثلاث حلقات وصلت لغلاطية وشو شفت بغلاطية عم يل الجساء كلنا أنا وليبي أمي لها العم يل ما إلو دخل بملكوت الله وصلت لأيه الملكوت الله هي فرح وسلم وبر وهو دي كلهم ما عندي إيهم ما عندي إيهم أشوفها راحيارات وفي أيتان تلاتي لا تقلك يعمي لا تقلك لا تزين هي وصية لا تكون إلا فريحاً يعمي بدي أيني عشي حلو بدي أيني يكون فرحين كيف بدي أفرح لا تذكروا بالخبر بل امتلوا من الروح شو صار بعدين؟ لي صار بعد شهر ونص قريباً أنا خلص شهر ونص قعد بالبيت مطلب بعد شهر ونص قلت يا عمي أش بدي أش شغلي؟ إذا موجود كان نبيه بس إذا منه موجود أش بدي فيه خليني أنزل على حياتي أمت كانت ساوية ونص بالله أمت من الكنابي أركعت وأنا بالنسبة للعلي الزلمي ما بيركع ما بيركع بركع مية وما بركع بموت وما بركع وما بركعت ونقول له أنت إذا موجود بدي أتعرفها لك وإذا هم تحكي عن ملكوت الله أنا بدي أين وإذا جاي الخوطين أنا أكبر أنسين خوطي إذا جاي للمرضى أنا أكبر أنسين مريض وإذا جاي للتابانين أكبر أنسين تابان وإذا نطلبناك من كل قلوبنا من لؤيك علمني كي بدي أطلبك وبدي إياك وبدي إياك بحياتي وإخفر لي خطيتي وبإامن فيك وبحبك وبدي إياك بس كيف كي بدي أطلب من هذا الشي اللي أنا فيه بيثاني خيأ أيمن نار غالي نزلت إلي من شعر راسي الإجريين نار 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 بيقولوا أنه بيقاف شعر البدن أكتر بكتير لا يوصف صار راسي على الأرد رياكة وراسي على الأرد وأبكي ملك الولد الصغير شفت كل شي عاملوا بحياتي يشوفوا شفتوا مثل ضوي النور كل ما شوف كل ما أبكي كل ما أبكي كل ما أرتاح كل ما أحس في أمان كل ما أحس في غمرت البيت كل ما أحس في العاطفي كل ما أحس في محل منقول ياريت منرجع أصغار وتاخد ملك يا ديني ما هيك حسيت حالي بمحل أني رجعت الولد حسيت حالي مرتاح حسيت حالي مبسوط بعد ساعة ونص أكيد هيدا الاختبار لا يوصف يعني كل الإنسان هو يبدو يدوقوا يعني ما بين ما بينوصف فوق بكتير أنه نبس فوق شو بتقول عنه بس أمت أنا بسميه بالحرف الواحد بداية حياتي هيدي الولادة الجديدة كنت ميت 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 إنو ولدت صرت خليقة جديدة أكيد من الموت إلى الحياة ابني هذا كان ميتاً في عيش كنت ميت كنت ميت كنت مفكر حالي عايش ما إجا الرب يسوي تأتينا الحياة فكر أنا عايش الحياة بمالة زيتا ما طلت حياة كنت موت واللي كنت مفكره حرية عم بيصلبني بمسماره فعلاً حقيقة انت اختبرتها أنا اختبرتها مش واحدة بعد ما قمت من هيدا الاختبار فكرت حالي أخذ بضوع مضروبة بس هاي زيت الكيس كل يوم بياخد منه قلت شي نفسي فاتت نمت بس بدون اكزوتانيل بدون شي نمت مثل الولد الصغير قمت من النوم قلت طلق بالباكة أنا أول مرة بشوفه طلقتها البلقون طلق بالجبل كله سجر خدار مثل حريصة جبل حريصة من كله سجر قلت لها المرت قلت لها قامت نزرعوا السجرات وكل عمرون هوني وكل عمرون هوني وكل عمرون هوني طلق فيني أشبك شي صارت الدنيا منظرة غير بعيونها غير غير خلاص إنسان خلاص صار هيدا الشخص كان بتخبرني عن يسوع طلق وين بيته أنا بدي يروح لعنده صارت أحلى حديث عندي حدا يخبرني عن يسوع كل ما اسمع عن يسوع كل ما حس قلبي عم بيفرفح ايه بدي شو صار بالمخدرات بدي من لحظة اختبارت هيدا الاختبار لليوم ما بعرف شو هي متل لقيت شيء أحلى بدي سبيلي كبات اللي كان عندك لا 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 ما بدي ايه ما بدي ايه ما بدي ايه ما بدي ايه بتذكرت بصراحة يعني الوضاع اللي معي يعني صارت تروح مبشر الشباب قلت لكو أنا مضروب نقوله جرام جرامان هو عم بتعطى هيدا يرويين هيدا اخلاص أنا معي ويسمعوني لاني يوم هو يتغير تصير ما هو مثلي من هو أنا بهلي كمين هيدا مثلي يعني يعني لما يشوفوك لما يشوفوك انت شخصيا هيدا اللي صار مع متة وهيدا اللي صار مع مع زكا وهيدا اللي صار مع التلميذ يعني متة أول ما ترك كل شيء وقام مشي ورا رب يسوع المسيح بنفس الاصحح بعد قايتين بتلاقيه الرب قاعد عنده بالبيت وجاب عزم تل أصحابه على العشاء نفسه لك أنا بقول شغلي ما حدا تعرف هالرب يسوق بيقدر يسكوت أبدا ما حدا ما حدا ما حدا هيا في يقولوا أنا بلاك أنا بصلي بصلي واحدة بقودته ما في من انت مسيحي وبتسكوت كيف هي ده ما بتصبر ولا ممكن اعطوني واحد بالكتاب المؤدس قدر سكت ما حدا ما حدا ما حدا ما حدا ولا ممكن من وقته لليوم خيه أيمن ما بعرف إلا بشر فعلا حسب كل شي نفاي بدي قول شغلي من وقته لليوم كنت طلع كل يوم ألوف الدولارات كنت عطول عندي عواز أنا وقفت تاكت الميل وتاكت الكازين وما عدت نزلت هالكازين وكل الريهنة رديت ما بدي إيهن بدون مقابل ما بدي شي من القظيم بلشت من تحت السفر بس العجيبي والشي الحلو كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أبعاف آمين رجعت من وقته لليوم إلي 16-17 سنة ما بعرف كلمة عواز ما بعرف شو ما بعرف هم ما بعرف القلق ما بعرف الخوف فكري سلامي فوق العقول كل همي وقلبي وطاقتي وحياتي إني خبر أنا الرب يسوع نشكر رب من أجلك نشكر رب من أجلك نشكر رب من أجلك يا طوني ما بعرف ما بعرف ما بعرف مني قادر وقف بس مجبور يعني صرنا متخطيين الوقت الأصلي للحلقة بخمس دقايق بس بدي أقول شي أكيد كل الناس اللي حواليك شافوا التغيير ومرتك شافت التغيير واليوم أنت عم تخدم يعني بشوف بعض الصور لقالك عدا عن البرنامج التليفزيون نقطة التحول اللي منشوفه عدا عن الأشياء اللي الرب عم يستخدمك فيها مش برأيك هيدا اللي عم يعطيك الشبع بحس حالي مأثر خليني صلح طيب لما تحس حالك عم تحكي لحدا عن يسوع أحلى لزي هيدا الشبع بحد زيادا أحلى فرحة بالكون بدي أعمل سياحة أنا ومرت برات لبنان وين ما روح روح بشير بالبخرة بشير حال ما روح بشير مت سمكي إذا طلعت من البحر بتموت باختناء إذا ما بشرت حس لما الرب طلع فيك والناس فقدت الأمل منك قال عنك نفس الكلام اللي قاله إياه لحنانيا لما قاله للرب قاله يا رب هيدا شاول الترصوص اللي جاي لحتى لا يمسك أولادك ويوديهم للاعتقال والاضطهاد رد عليه الرب وقاله هذا ليه إناء مختار أمين وكأنه الرب عم بيقول كمان عن طوني هذا ليه إناء مختار من صلي يا طوني أنه الرب يستخدمك أكتر وأكتر وهيدي الحلقة أنا متأكد أنا متأكد مئات لابد الألوف إذا مش أكتر من الناس أنا رح اسمع منهم شخصيا قداش تباركوا من هذه الحلقة قبل ما أعطيك كلمة أخيرة بعرفت خطينا وهيدا كمان على الهواء أنا عم بطلب من إدارة سات سبعة وأشكرهم سلف على الحلقة الأخيرة اللي رح يمدوننا شوية وقت ويعطونا إياها لأنه حلقة استثنائية بدي أسمع من ريم بالآخر إذا بعضك ما تذكر الآية اللي بديك تقولنا إياها من بعد اللي اسمعناه شو الآية الأخيرة اللي رح تتركيها معنا بالآخر الآية الأخيرة رح تكون من إنجيل مرقص الأصحاح 13 والعددين 32 و33 مكتوب وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب انظروا واسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت أمين أحلى لحظة يجي الرب يسوع المسيح ويلاقينا قاعدين عم نحكي عنه يعني هلأ قادرين ننتظره بأي لحظة يوصل كلمة أخيرة لألك قبل ما نسمع آخر ترنيمة من الأسيس أرمان وأشكرهم كمان على وجودهم معنا بالحلقة الأخيرة كان لكم دور كتير حلو أسيس بحلقات البرنامج نشكر رب من أجلكم من أجل وجودكم معنا أنت هو الفريق الحلو كلمة أخيرة لألك تونيك أنا بدي أشكر الرب على الفريق المبارك بيشكر رب عليك بيشكر إزائيات ست سبن اللي هي تلفزيون مبارك وهم يتبارك منه كتير أشخاص ربيتين لنا ميت يكفوا أكتر وأكتر بشكر رب عليك بشكر رب عليك بشكر رب عليك بشكر رب علينا كلتنا بدي أقول كلمة انطلاقة من الأي اللي قالتها أنه الحياة حلوة ونحنا جينا تنعيش أتيت لتكون لكم الحياة لبل الحياة بيملأة بس بدي يحذر شغلي أنه الحياة مثل البخار الإنسان بيظهر قليل ثم يختفي في القليل وقت اللي ينفكر أنه عيش أنا بدي أقول له لا غمدين فتحين هتلاقي حيلك هتلاقي بالرب يسوع بدي أحكي نقطتين بدي أحكي لنوعين من الأشخاص للمختبرين الولادة الجديدة وللأشخاص البعض بالعالم إذا عيش بالعالم ماذا ينفع الإنسان ناو ربح العالم كله وخسرنا أنا بدي أتحدى تحتى إيجابي تحدي إيجابي أنا إذا في شي أحلم من يسوع أنا اليوم من منبر هيدا بترك يسوع بمشي باما أضموا لي بس إذا في شي أحلم اللي يمكن يشرفه إذا بتيدو تخده ببليش هم 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 نحكي ونقول حيج أنت ومالك ومصريتك ومعرفك وجمالك وكل الإلم هم بكذبوا إليك كله كذبت لشو 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 صرخة منو صرخة من توني فرنجيو ولا صرخة من خيناء إما هي صرخة من الرب يا بني عاطيني قلبك تعالوا إلي التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض تعربوا ما تخافوا الرب بتعرف كيف بيفوت الرب على قلب الإنسان متل الإنسان قاد بيقودة صغيرة فيها عتم فيها بردية الضو بره إنو شوية البردية بأي سرقة بيفوت الضو وهات بيفوت الرب على قلب الإنسان بدي يقول شارية تانية للناس المؤمنين حالطلقة كلتنا وجه بوجه للرب يسوع بديو يسألنا سؤال للرب يسوع ما لاح يقول لاش عملت هاي الخطيئة وليه لاح يقول شو جبتلي مادة وليه لاح يقول إذا عمرت له مليون كنيسة أو سعبت مليون فقيلة همتاخد المجد بدي يقول كم نفس جبتلي صحيح بيتك كل شي المال منه ليكون الملك لله لكل شي هو يقوي مالك الوحيد بدي يقول شغلة إسا لكل شخص هم بيفتخر بمعارفه كانوا من رؤسة جمهورية من دول بدي يذكر إنو رئيش جمهوريتك هو بيجد الباية انتبه مين هم تتبع انتي ابن ملك يزمتيش حياة ملوكية حر سليم المسيح لكم طوني شكرا لألك أصدقاء المشاهدين بنهاية هالبرنامج ونهاية الحلقة الأخيرة من هيدا البرنامج أنا بشكر الله من أجل كل شخص كتب لنا من أجل كل شخص كان هالبرنامج سبب بركة لأله وأنا عارف يمكن في كتير ثمر ما رح نشوفه هون بس ناطر اللحظة اللي رح نوصل فيه على السماء أنا وطوني وكل الأشخاص اللي تغسلوا بدم يسوع المسيح ناطر اللحظة اللي رح أوصل فيه لهونيك واسمع منه كلمة وحدة نعمة أيها العبد الصالح كنت أمينا في القليل أقيمك أمينا على الكثير ادخل إلى فرح سيدك وناطر اللحظة اللي رح أوصل فيه لفوق وشوف نفوس كتيري يعني بيعرفني عليها الرب يسوع المسيح أنا متقبلت معه هون على الأرض بس كانت الوسيلة اللي اتعرفوا عليها على الرب يسوع المسيح هي هيدا البرنامج ومش أيمن كفروني كل شخص صلى من أجل هذا البرنامج كل شخص قدم بهذا البرنامج الأشخاص اللي قاعدين ورا الكاميرات الأشخاص اللي قاعدين بغرفة الكونترول روم فوق المخرج ومساعد المخرج وكل الأشخاص ما فيني اذكر أسامة لحتى ما أنسى أكيد عم تقولوا الأسامة بالآخر وشكر خاص بالنهاية ما بدي أنسى أشكر مركز الناصر اللي خدمت البثوة الاتصالات بالشرق الأوسط اللي كانت داعم الأساسي لهذا البرنامج لحتى يطلع على الهوى وشكر كتير كبير لمحطة سات سبعة اللي قتحت لنا المجال اللي حتى نطلع على هالمحطة بكل الوقت نقدر نحكي كل اللي بدنا إياه بدون أي رادع بدون أي ضوابط إلا ضوابط كلمة الله بشكركم أصدقاء المشاهدين على حسن متابعتكم على أمن أن يلتقي فيكم يا أما بموسم جديد أو ببرنامج جديد بعطيكم قلبي ومحبتي وصلواتي وستودعكم لنعمة الرب وربكم معكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة